أهلاً بكم وراء تانية اتنين من أصدقائي الأعزاء وفي نفس الوقت من الناس اللي أنا بتابعهم بانتظام لأن هم الناس اللي بيثبتوا إن فكرة إنك تبقى بتحب حاجة عندك شغف لها وفي نفس الوقت بتذكر لها بإنك بتحاول تتعلم عنها كتير وفي نفس الوقت إنك تبقى تلقائي معنى إنك تعمل التلات حاجات دي إن الناس هتحبك والناس هتبقى بتتبعك وناس تبقى بتحب تسمع رأيك فهما الاتنين منوريني النهاردة وهبدأ باللي مش أول مرة يظهر لأنه كان معايا دايماً وكنت أنا معايا حتى قريب على اليوتيوب هو الصديق العزيز ماروان سري زاكي موريتسيو زاكي هاني عامل إيه؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ أنا مبسوط قمي أنا معاك أنا كمان والله والله بحيث إن أنا في يوتيوب بس في التلفزيون بحيث القاعدة يعني زي ما بنقعد برة وعلى طول الإعادة بتمتعو مريحة في الكلام فبعد جد بستمتع بالحلقات معاك منور الدنيا وأنا مبسوط قوي وجودك وهنحط لك جرس كمان شوية عشان هنلعب اللعب باعتك أخذتوا خدنا الفكرة منك انت عني تمام أي نعم ما بيحبهاش لضيف الآخر اللعبة دي لك هنلعبها معايا لأنه هو منورني النهاردة الدكتور الجميل ممدوح نصر الله اليوتيوبر المتقلق أهلا بيك دكتور أنا سهلا بك يا كابتن ويعني دي فرصة جميلة وأنا عايز أشكركم عليها بصراحة لأن يمكن أنا مش متعود دي يمكن أول مرة بأظهر في التلفزيون فأنا شكر لكم جدا على الفرصة جميلة وإن شاء الله هتجلنا في اليوتيوب بارتو إن شاء الله بإذن الله هكون معاكم كمان قريب هقتحم يعني الدنيا سقعته ولا ليست عشان تعرف الحياة في الاستوديوهات عاملة إزاي لا لا يعني هو بغير التحامل الحمد لله قلتون تقل ما اسمعش كلامي قل له يعني وبيشتغلش غير في التلج بيقض جوا تلاجة ملورين يا جماعة كله كويس؟ كله حلو ايه اللي بيحصل في أرسنل واضح إن الدنيا ماشية حلوة وشايفك أنت بتحتفل أنت وهو كل جولة وأي نعم برح توترته شوية آه لكن كنت إسا هقولك لو جيت لنا من يومين بس سقعتنا بدأ في صراحة أعلى من كده من شوية هبدأ بيك أنت شايف إزاي المشهد دلوقتي مع أرسنل بص المشهد طبيعي إنك بتقع قدام سوث هامتون أنت عارف إنك تقع بس كتريخ ما أنك تقع قدام فريق مش المتوقع إنك تقع له يعني أنت عديت بمراحل كويسة جدا فجئت الناس بشكل مبهر قدام توتنهام وقدام ليفر بول وخدت نقط زيادة عامة كنت متوقع لك حتى أن أنت أصلا تبقى في المركز الأول ده أوفر إكسبكتج صحيح يعني أظن أن أنت ماشي في الإطار الصحة في الآخر التارجت بتاعك خلينا وقعيين ويمكن الدكان دايما هو بنختلف أنا بقول له عايز أحلم عايز أحلم من هنا لأنافس ومع ذلك ممكن أحسر في الآخر بس وجودي دلوقتي بيأملي مركز الطوب فور وده التارجت المطلوب والواقعي جدا واللي كلنا هنبقى سعادة به لكن إنت شايف على جانب آخر إنه لأ الأحلام دي وردية ولا شايف إنه لأ لازم أخذ البطولة أولا مختلف في مسألتين المسألة الأولى هي متعلقة بمباراة ساوت هامتون ويمكن أنا ومروان يعني شدنا وجذبنا كتير في الموضوع ده ولكن أنا شايف أن يعني تفريد في النقاط أصاد ساوت هامتون بعد معارك أصاد فرق بحجم أيندهوفن في الدور الأوروبي أصاد ليفر بول أصاد توتنهام كل ده في شهر واحد إحنا بنتكلم في شهر عشرة أنا شايف إن دي أقل الخسائر لأن خسارة أصاد ليفر بول كانت هتديك إحساس أن أنت مش قادر تقف على رجلك أصاد الفرق الكبيرة ومنطقيا تحس أن أنت واقع مش قادر أن أنت تكمل وبرضو الخسارة أصادت تنهام فهي تحمل نفس ذات المرارة التي كانت موجودة في الموسم السابق في المباراة الختامية أو مش الختامية المرارة ما قبل قبل الأخيرة في الموسم واللي خسرنا فيها للأسف واللي كانت سبب في دفعة سيئة خسرت بعدها من نيوكاسل أنت صارت على إيفرتون ولكن بعد ما ضعت كل الفرص في حجم التأهل لدورة أبطال أوروبا فأنا شايف أن بالمعدل البدني الحالي وبحجم الاختيارات المتاحة السقوط أصاد ساوت هامتون مش حاجة وحشة هو حاجة منطقية جدا ثانيا أنه نوضع المتعلقة بفكرة أننا الحقق الدوري أنا مش مقتنع بها لأسباب كتيرة ولكن أهم الأسباب دي في رأيي الشخصي هو أن الفريق اللي عايز يحقق الدوري لازم الفريق دي يكون يمتلك عمق كافي على مستوى الاختيارات المتاحة أنا إيه مشكلتي مع أرسنال لما بيغيب توماس بارتي مين البديل؟ مفيش لما بيغيب جرانة شاكا مين البديل؟ مفيش نفس الشيء بالنسبة لجابرييل جيسوس أنا مش مقتنع أن إيدين كيتيا هو البديل المثال لجابرييل جيسوس وإن كان جيسوس يتحمل المباراة الأخيرة لوحده كذلك الأمر بالنسبة لساكا حتى مارتينيلي كان ليه بديل اللي هو إيميل سميثرو خضع على إجراءة حواغيب لترى الشهور فيعني نكون يعني منطقيين في المعطيات أنا شايف أنها مركز مؤال للشامبينزيج أهو ماروان متفائل دايما فانت بص أحبطتو إزاي خليت لكاشر بيغضي دايما من جرائد التشاؤم شعيف والله يعني مش من حق أحلم من حقك تحلم لو بنبص على السيتي ده مش مقياس خلينا وقعين السيتي اللي عنده في كل مركز اتنين ده ده ليفل الوحش لكن أنا بتكلم أنا ليفربول النهاردة لما بيقع منها فابينو ما فيش بديل لما بيقع منها صراح ما فيش بديل ولكن كان إيه اللي بيحصل كانوا به نفسه أنا عايز أبقى نافذ بس ما هو إيه النتيجة لما هو قع منهم اللعيبة دي إن نتيجة ليفربول موجود في المركز بس نفسه يا دك في خلال السنين الفاتت أنا كنت عايز أبقى موجوده أخسر يا سيدي أخسر المركز التالي بس أبقى في الوعي تقال أرسنل ومانجيستر سيتي هل من حصن حظ أرسنل للماتش اللي جاي مع نوتنجهام فورست ولا الدفع اللي خدها نوتنجهام بعد الفوز على ليفربول تزيد من قلق أرسنل أمضوح أنا في اعتقادي الشخصي نوتنجهام فورست هو فريق من أكتر الفرق تخبطا على مستوى الموسم الحالي والفريق موجود في المركز الأخير والفوز على ليفربول أنا في اعتقادي أنه هو مش مقياس لشيء يعني ليفربول في الوقت الحالي أعتقد أن كم اللعيبة المصابين ممكن نعمل منهم تشكيلة أحسن من اللعيبة الجاهزة نحن وصلنا مرحلة في المباراة الأخيرة نصف الملعب في كيرتس جونز وهارفي إليت واللي هو يعني جماعة اللي جاهز يلعب مهاجم فاللي هو وصلنا مرحلة كارفالو وبيلعب ناحية الشمال وصاح وفرمينو فاللي هو الفرقة ما بقاش فيه عناصر كفاءة تقدر نهاية تقدي نوروش سيتي آه هو أخذ دفع معنوية كبيرة من المباراة أوصاد ليفربول أنا منكرش ولكن في اعتقاد أن مهمة أرسنال أو من حظ أرسنال أن المباراة قديمة أوصاد نوروش خاصة أن فيه ماتش آيندهوفن على مستوى الدور الأوروبي ده حقيقة ده أكيد ده هيلعب فيه دكتا أنا أتمنى أتمنى أنه هو يعني يلعب فيه العيار اللي تحت 16 سنة كلهم بقى صغيرين وما يوجعش دماغه بالماتش قوي خاصة أنه واخد 9 مؤقت يعني ما يصعبش ده ما و 12 كمان بعد ماتش 12 عام دي رواتي احنا تهينا 12 عام قريبين من الصدارة يعني كمان رسمية بالظبط طيب هروح بقى معاكم للدوري الإنجليزي ككل لكن جولة كده سريعة عماتش السوبر مبدئيا قبل ما نتكلم عماتش السوبر مبارا حشفت فيديو ليك انتشر أبا مروان وإنت بتتكلم على مباراة الأهلي وأسوان وبتقول إنه في 2022 وماتش الأهلي ده كلام وبتفرج على الدوري بسلام بالسطوريز بسلام بالسطوريز وإنت يعني كانت وما كانتش عاجبة حد يعني الصورة بتاعت المباراة الجودة بتاعت الصورة وإنت كمان تكلمت عن الموضوع ده دكتور ممضوح كمان فعايزة أسمع رأيك يعني في القصة بص مدام أنت فتحت الموضوع يعني ممكن أجيبه بشيك فإحنا راحين أبو ظبي نلعب ماتش السوبر أتمنى نتعلم حيك أتمنى نبص على اللي بيحصل سواء في الجمهور أو التنظيم أو الكاميرات أو الملاعب أو الحاجات الجميلة اللي هنشوفها دي أتمنى ونفسي أبقى أتفرج على كل ماتش في الدوري الأهلي بالكواليتي دي إحنا مش دوري صغير وعندنا إمكانيات ولما بنحب نعمل حاجة بنعملها سوبر صح وشوفنا في بطولة أفريقيا لما تعاملت وكان فيه مزاجي إنها تتعامل بشكل حالو اطلعت خرافية فأنا نفسي أتفرج على أقل حقوقي فلما الماتش يجيلي جودة S دي اللي هي أقل من الطبيعي يعني أنا بعمل فيديوهاتي في اليوتيوب بجودة أعلى ما يصحش فده حاجة بالدهين أنا كمتفرج بصراحة بكل يعني هي مبارات الزماليكو سيراميكو ريبوترا قبلها كانت HDU كانت شكلها حلو لكن ربما عدم توفر العدد اللي ممكن يخلي الدوري كله يتزع كانت دي المشكلة لكن تبقى مشكلة أنت محتاج يبقى كل الدوري عامل كده لأنه ده كمان الناس دايما بشوف بتقارن ما بين أن هي تتفرج علماتش في الدوري المصري وبعدها تروح نقل على الدوري الإنجليزي فالناس تتصدم وإنت أشرت النقطة كويسة قوي هاخدها واروح لدكتور ممدوح اللي هي أنا فعلا أحيانا لو المعلق كمان ما بيقولش أسماء اللعيبة أنا بعاني أن أنا أعرف اللعيبة فبعرفهم بمراكزهم مش شايف يعني مش بينين لي مش بينين لي غير حركة جسمه أنا أحافظ حركة جسم اللعيب ده هو مين أو مكانه ده باك رايت يبقى ده أكرم توفيق فهذه بتي بقى المشكلة فعلا أنا في اعتقادي الدوري المصري حاليا على مستوى جوجة الباث يعني هو عامل زي الألعاب بتاعة الإنترنت اللي هو جزد بلاير خمن اللعب فهنا كانت كانت المشكلة بالنسبة للمبارح في مدش الأهلي وأسوان ويمكن هي فرصة ببنى حضرتك جيب تصيرت موضوع السوبر لأن برضو حتة جودة الباث وانت عب بتتفرج على المباراة للأسف بتخليك مش قادر تكون فكرة منطقية عن الفريق اللي انت بتتفرج عليه يعني أنا الحد النهاردة مثلا مش قادر أحدد هل مارسل كولر عامل شغل كويس ولا عامل شغل وحش لأن أنا لا واخد زوية تصوير كويسة مش شايف أنا مش شايف يعني أنا مبارح وجئت مثلا إن درجات الأحمر والأزرق شبه بعض وده اكتشاف عظيم يعني اللي هو أنا جديدا فأنا بصراحة متحمس جدا لمباراة السوبر وبحب عاماتها مباراة السوبر اللي بتتعب في الأمارات للأسباب دي لأنها بتبقى فرصة أن انت تتفرج على الأحلام اللي انت مش لقيها في الدور المصري متش استاد كاميرا العدد بتتفرج بأعلى جودة ممكنة الجمهور قمة في التنظيم والاحترام اللعبة بتقدم أحسن ما عندها على المستويات اللي بتتقدم جوه الملعب وبتتفرج على واجبة كوروية دسمة أنت بتحب أن انت تتفرج عليها على ألو مرتين في السنة في الدور المصري فان شاء الله يعني تكون موفقة أنا متفايل السنة دي نشوف ماتشات أهلي وزمالك كتير يعني ممكن اليوم في دور المجموعات كمان مع بعض في أفريقيا ياريك وبعدها ده غير ماتشين دوري وقديماتش السوبر ويمكن الكاس بتاع الموسم اللي فات لكن بعيدا عن القصة دي وبالحديث عن الجمهور أقول نقطة سريعة جدا أول أو مبارح شركة تذكرتي كانت نشرت بيانا بأعداد الجمهور أعداد التذاكر المباعة ومين اللي اشترأ ومين اللي حضر على مستوى المباريات السراس فكرة ممتازة للرد على أي أمور فجأني رقم 900 تذكرة من أصل 3000 من الأهلي عبارة عن دعوات فجأني حضر من 900 دول كام؟ 50 50 والـ 2100 بتوع الجمهور حضر الـ 2100 فأنا هنا هزيل سيدة المجلس إدارة النادي الأهلي ليه 900؟ مدام منهم هيوزع 50 يحضروا من خليت 900 دول يتوزعوا على الجمهور فيزيد العدد فيبقى المشهد الجماهيري أفضل فيدعم اللعيبة فالمشهد ما يبقاش فيه اعتراض على فكرة أنا عارف أن القصة بتاعت إن جمهور الزمالك أنا أكتر دي حاجة ممكن تبقى حاجة تانية لكن أنا بتكلمي وتعليك أنت عشان تتكلم على مصلحتك عايز الجمهور اللي بيحضر عايز الدعم الكبير ليه 900 دعوة منهم 50 يتوزعوا صح؟ أنا في اعتقادي فيه نقطة مهمة احنا لازم نتكلم عنها في الدور المصري الموسم ده وهي نقطة يا جابيه مش أنكر وهي نقطة أنه فيه شفافية في أغلب البيانات يعني الشفافية اللي بدأت من أول من أول ممركة لاتنبرج تولى إدارة ملف التحكيم ونقطة تانية المتعلقة بفجرة أن تذكرتي قررت أنها تشرح مباشرة أعداد التذاكر اللي تم طرحها وخلافه ودي نقطة مميزة هتساعدنا أننا نناقش عديد المواضيع اللي إحنا كنا بنتعامل معها بالقيل والقال بشكل مباشر صح أن النقطة دي كانت بتمثل لنا أزمة كبيرة جدا على مستوى المواسم اللي فاتت ولكن أنا ما عرفش بصراحة على مستوى عدد الجماهير الدنيا بتمشي إزاي لأننا نيمكن مش من هوات حضور المباراة في الإستاد ولكن هي رسالة حضرتك وجهتها وهي متعلقة بفكرة الدعوات أنا أتمنى فعلا أن الموضوع يكون فيه زي ما فيه شفافية من جانب تسكرتي وشفافية من جانب زي ما بيقولوا كده المسؤولين عن التحكيم في مصر أتمنى برضو أن يكون فيه شفافية في موضوع الدعوات ودي بتروح لمين ومين اللي بيحطر ومين اللي بيعمل اللي أنا بالنسبة لي اللي أنا أحب أن أشوفه لما أفتح التلفزيون هو أن أشوف جمهور مرتاح في الوصول للملعب وبيشجع بنفسه جميل أنا في أس حاجة تاني أنا عايز دعوة أنا عايز دعوة دمشي كتير فيتهم 250 دعوة لما تدونها عايزين خمسة الماتش اللي جاي طلع نقم ريأكشن بك الماتش اللي جاي الأهلي والدخلية نجيب لك دعوة بس كده طيب من الأكثر اكتمالا هابدأ بيك أنت هل الأهلي الأكثر اكتمالا دي أقصد قائمة وأقصد مستوى ولا الزمالك بص أنا أشوف الزمالك فريق بطل دوري فريق استقرار أنا دايماً بروح مع الاستقرار بروح مع السبات في المستوى كل ري ما تقدرش تحكم على التجربة دلوقتي الراجل لسه جاي بتشوف ماتشين آه بيطلع بكلين شيد بيفوز صحيح مش بنتايك كبيرة ولكن أنت لسه عايز تتفرج الراجل ده مستحيل يبقى أن دلوقتي فأنت اللي قادر تحكم عليه هو المشروع الواضح بقاله أكثر من سنة الراجل كسبان دوري الراجل بطل فالأوقع اللي على الورق لو بنحط هنا وهنا الحاجات الأسسية لأ الزمالك أكيد شكله هو الأقوى الأوضح أنه هو مفروض في حالة أفضل يعني بس البربي مالوش أي تفاصيل أو أي حاجة تحكمه يعني ماذا عنك دكتور ممدوح؟ والله يعني أنا زي ما حبيت أقولها كل مرة أنا مش شايف حاجة أساساً للأهل بلعبها عشان أدر أن أحكم ولكن أنا شخصياً أعتقد أن مباراة الدربي من بين الأهل والزمالك هي بيحكمها في شكل كبير من اللي عنده رغبة أكتر في الانتصار ويمكن على مستوى الموسمين اللي فاتوا فكرة أن أنت تخسر دوري في التاني في أنك تخسر نهائي الكاس في كم التخبطات اللي حصلت في إقالة موسماني يليها إقالة ريكارد سواريش كل دي الأخبطة أدت لفكرة أن جماهير الأهلي هي محتاجة انتصار معناوي ولعيبة الأهلي عندها الحافز أن هي عايزة تبرز نفسها بشكل قوي على مستوى الموسم الجديد ويمكن أعتقد أن عودة المصابين قدت بعد وتقل مهم جداً بالنسبة للفرقة لأن أنا دلوقتي لما أقول لك أن أنا عندي محمود متولي جاهز عندي أكرم توفيق جاهز هو أليو ديانج غايب للأسف ودي بالنسبة لضربة موجعة بالنسبة لخط وسط النادي الأهلي ولكن أنا شايف أن لعيبة الأهلي هما عندهم رغبة كبيرة جداً أن هما عايزين يحقق المكسب في المباراة دي فيمكن أنا مش بكلم بحكم انتمائي ولكن أنا شايف أن البديهي أن اللي عنده رغبة أكتر وعنده إصرار أكتر أنه عايز يحقق المكسب ويثبت لنفسه أنه يقدر أنه يرجع لقمة مرة تانية هو نادي الأهلي في الوقت الحالي الزمالك أكيد على الجانب الأخر بيسأل نفسه سؤال أنا كسبت الأهلي وتعدلت معاه وأنا أضعف على مستوى القائمة والعمق كان أقل في الموسم الماضي فدلوقتي بعد اكتمال القائمة وبنفس الموديل الفني وبالاستقرار اللي تكلم عليه مارو أنا هعمل إيه قدام الأهلي فهل أستطيع استمرارية على مستوى تحقيق الألقاب قدام المنافس التقليدي الأهلي ولا الأهلي يعملها ده أكيد السؤال اللي بيسأله جمهور الزمالك نفسه نظبوط؟ بالضبط وخلينا نتكلم برضو بصراحة في نقطة تانية الزمالك في الوقت الحالي في حاجة عجباني جدا في التعامل من جانب جوزوالدو فريرة وهو أن الراجل ماشي بمبدأة اللي تكسبه ولعبه يعني أنا قادر أن أكسب بطريقة معاينة وبتعامل بطريقة معاينة ويمكن أنا حضرت ماتش السوبر مصر السعودي ما بين الزمالك والهلال وحتى نفس الطريقة هي كانت بتطبق نفس الأفكار اللي في الدورة هي لا تبدو بالجراءة الكافية بالنسبة لبعض الناس أنه ممكن أنه يغزو بها أفريقيا بشكل أو بآخر ولكن في اعتقادي هي قادرة أن هي تؤدي الهدف يمكن ده السبب أن أنا حاسس من جواي أن مباراة السوبر ما بين الأهل والزمالك سيصدها طابعا من الملل في البداية إنه لو فريق سجل هدف مبكر ده إحساسك في مباراة المبارا لا أنا بشوف أن الأجواب تبقى دايماً بنحس أن فيها أهداف وفيها ماتشات وبشوف الكاميرا السبايدر والشغل ده لا بحس أن اللعيبة بجد بتبقى بتسخن مع الأجواء بجد الآن بتسخن دايماً بتشوف أسكورات كبيرة فلا أتوقع أن الماتش هي بقى فيها أهداف كتير طيب نرجع لأوروبا بقى يلا بينا عن أرسنل النهاردة محمد إنني شفناه هو بيدرب تحت 16 سنة في فريق الشباب في أرسنل كان بيدرب اللاعب اللي اسمه كاميرون إسماعيل لعب مصري الجنسية من أصول مصريية بالمناسبة كان جاله دعوة أنه يختبر علشان ينضمن المنتخب الموطني الشباب يعني بيلعب في أرسنل أكيد مش محتاج يعني يختبر يعني هنا يعني هيعدي برد لازم محمد إنني ده طبعاً تمهيداً لأنه ياخد الرخصة A يعني هو مش معناه أنه هو هيبقى مدرب هو علشان ياخد الرخصة A لازم يقضي ساعات تدريب بالرخصة B علشان يبدأ يدخل المرحلة دي وده هيبقى برابو يا إنني أنه بيستغل الوقت اللي هو فيه مصاب في أنه يطور من نفسه ويبقى كوتش الرخصة A يليها الرخصة البرو في أوروبا يا إنني دور محمد إنني مع أرسنل كتنين مشجعين كبار من المدفعية يعني مارو أنا دايماً بحس إنني بيفاجئنا كونه أصلاً موجود في الأرسنل هو أكيد عنده حاجة دايماً للنسبة أن تقطع هو سكوات بلاير والسكوات بلاير ده بره شيء مهم جداً إنك يبقى عندك لعب بيقبل إنه هو يعد ديك ما يمتعش يبقى عندك فيه اتنين لعيبة بيتخلقوا بره على ديك هو مسالم جداً هو مفيد للمنظومة ولما تحتاجني هتديك أقصى ما عندي وده الدليل إنه أرتدت لما جيه وكان كله بيقول إنه خلاص نيني هيمشي وهيقعد في تركيا وحياته انتهت في إنجلترا الرجل بنى مشروع جديد ولما احتاجه النادي في غياب بارتي الرجل قدل عليه وكان من أبرز لعيبة الموسم وكان من العوامل اللي خلتنا ننطلق الانطلاق الكبير بتاعتنا في نهاية الموسم دي فلا بهرني جداً كلاعب إنه هو متفاعل جداً مع المنظومة وبيفاجئني دلوقتي إنه هو هنلاقيه مدرب إن شاء الله في أوروبا في طموحه الراجل عنده طموح ما بعد الكرة مش عملت فلوس شوية في أرسنل وعملت الاسم حتى لو بلعب أو بلعبش وخلاص هوقف عند هنا فلا النيني بصراحة هو قدوة ممكن ما يكونش عندك إمكانيات صلاح بس لو عندك الشغل والإجتهاد والحاجات دي كلها جواك هتكمل وتصبح زي النيني وهتنجح دكتور الندوح أنا في اعتقاضي والله إن النيني يعني هو ما خدش حظه الكافي من كرة القدم كلاعب لأن النيني يمكن الناس هي بتفتكر فترة أرسنل أو مرحلة ما بعد أرسنفينجر ولكن أنا حبيب أشير لفترة النيني لما كان في بازل السويسري ولما انتقل لفريق أرسنل لعب جيب بمبلغ كان حوالي 5 مليون سترليني وهو فعلا زي ما مروان قال هو سكواد بلاير في الأول والآخر ولكن السكواد بلاير ده فيه ميزة كويسة جدا إنه وقت ما كل الحلول بتستنزف ووقت ما كل حاجة بتخلص عندك على الدكة انت وقت ما بتستدعيه هو دايما جاهز إنه هو يدي 110% من اللي عنده ويمكن السنة اللي فاتت في رمضان لو نفتكر منشط زي شيلسي منشستر ينايتد كان عامل مهم جدا بالنسبة لمنظومة خط الوسط والأهم النقطة اللي أشار لها أرتدتها إنني دايما عامل مهم جدا بالنسبة لغرفة الملابس بمعنى إنه هو قادر إنه هو يخلق جواب كويس في قط اللبس وقادر إنه هو يجمع اللعبة بشكل كويس ودي حاجة أنا شايفة إنه على مستوى التدريب حتى تخليها مش بشكل ممتاز هو شخصية شخصية نظيفة وكاب جدا وكاب قائل قائل جدا دوره داخل الغرف الملابس ده يعني دي كلمة الناس ممكن تبقى شايفها عنوين لكن هي مدى تأثيرها على إن فريق ياخد بطولات أو يخسر بطولات دي تأثير عميق يعني لأ وإن أرسنل يجيب حد يمسكه فريق الناشئين مش هيجيب أي حد يعني بينقب جد مظبوط بالضبط طيب بمناسبة أرتيتاف على الجانب الآخر سابقه وقناي إمري النهاردة مسك أستنبيلا رسميا كسبه مبالح أربعة على برينتفورد أربعة دي منهم تلاتة في أول اتنشر دي تقريبا ودلوقتي يناي إمري جيب بعد جيرارد عشان ينقذ ما يمكن إنقاذه يعني صح دكتور؟ أنا في اعتقاضي صراحة يعني قناي إمري هو ما كانش لي لازم أنه يضحي بالمكان اللي هو وصلها في الوقت الحالي مع فيا ريال يعني الراجل قدر أنه يحقق الإيروبا ليج من براثل منشستر يونيتد وقدر أنه السنة اللي فاتت يكون متواجد فنصف نهاية دورة أبطال أوروبا وعلى مستوى الدوري آه هو ممكن يكون ماشي على سطره سهب سطره لكن الميزة إنه وناي إمري في فيا ريال بيتعامل على إنه من أساطير النادي فهو كان واخد وضع كبير جدا يسمح له أنه يستمر للفترة طويلة في الدوري الإنجليزي مش هيب عنده نفس الرفاهية وإن كنت أنا مؤمن أنه عنده قدرات أنه هو يقدر يعمل حق وإيسا مع أستون فيلا لأن أستون فيلا من الفرق اللي صرفت بشكل كويس جدا واللي قدرت أنها تعمل مركاته وتكون فرقة ممتازة يمكن ستيفن جيرارد أنا في اعتقاد أنه دايما زي ما بيقولك كده كله غرباله ليه شدة ستيفن جيرارد يمشي من هنا الفرقة كسبت بريندفورد 4-0 من غير مدير فني اه يعني اتعودنا على السوكسيدا دايما في الدوري الإنجليزي بيحصل أنه هو المدير الفني يمشي الفرقة بتلعبه صح يعني أنا أعتقد هو هينجح بس حالة الفشل مش هزبره عليه يرجع كوتينيو إلى مستوىه ناي إمري من وقع بقى تجربتك كمشجع أرسنالي ومادى تطويره لمستويات اللاعبين أنا ما بحبوش عادي أعتبر نفسك على يوتيوب أصوه كسب في كل حتة معادة عندنا نجح في كل العالم هينكسب بأستون فيلا اليوروبا لين تخيل خمس مرات شارك في اليوروبا لين كسب البطول أربع مرات مين الفريق الوحيد اللي خسر معنا هذه احنا يعني حاجة سخيفة جدا بصراحة وهيجي يكسبنا في الدوري الإنجليزي يا ماتش أستون فيلا دايما بقول لك هم من دلوقتي إمري هيكسبنا فيه فاللوح مش ممكن غلستك يعني كمدرب بالنسبة لمشجع أرسنالي سواء مدرب أكيد كبير أنا بقولك أنه بدليل أنه بيفوز إنجلترا بقا يرجع جود إيبنينج تاني والكلام ده فأتشوفه طبعا في تجربة لأستون فيلا مع سكواد كويس وكوتينيو لما يكون معاه مدرب كويس يقدر يطلع أقصى ما عنده العيد متجرب في البريمير ليج السكواد فعلا زي ما قالت دوك صارف بمبلغ غير طبيعي هذا الموسم فلا وداني إنجزا ورجع يشتغل تاني وكله حتى آه واتكنز اشتغل وبيلي رجع يفور الدنيا تحس أنهم كانوا مكتومين مع جرال اللي صعب عليه يعني جرال بصراحة شايفه واخد خطوات سريعة زي دا عن اللزوم لا بالعكس دا كنت شايفه أنه هو كان ماشي صح يعني ابتدى في سكوتلندا باعرينجرز وكسب معهم الدوري كانت خطوة كبيرة وقال لك حتى الإشعاعات هو ده المدرب القادم لليفر بول الأسطورة النادي هو دلوقتي بعد عشر سنين خلاص ليفر بول مش هتروح تحتمد على مدرب مسك أستون فيلا وكان هيهبط بيهم ومشيوه ساكت في أول حداشر ماتش فالموضوع صعب جدا واتمنى يعني أنه يعرف يرجع في نادي صغير ياخد تجربته مرة تانية طيب أروح معاكم لمانشستر يونيتد بعد بداية صعبة إيريك تنهاج بيقرب والدنيا بتمشي والأفكار بتتطبق بل وكانا أقرب للفوز على تشيلسي وأدرك التعادل في النهاية المخزوز إيريك تنهاج هو عمل حاجتين قد يبدو عكس بعض في الموسم ده لأن إيريك تنهاج لما بدأ الموسم هو كان عايز يلعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بها مع آيكس هو دايما عايز لعيب خط الوسط اللي يقدر أنه يتحرك بالكورة كويس لقدام واللي يمكن كان أفضل لعب يشتغل معه على النقطة دي كان فرينك ديونج لما كان موجود في آيكس وعشان كده كان متمسك جدا بالتعاقد معه حتى لما قرر أنه يتبنى أسلوب في منشستر رينايتد هو دور على رجالته الأديمة في الفرق وقرر أنه يشتغل معهم فقرر التعاقد مع عليساندرو مارتينيز 100 مليون في أنتوني فدي الأدوات اللي هو عايز يشتغل بيها ولكن هي كانت المشكلة فين؟ المشكلة أنه هو جيب فرض أسلوبه مباشرة فالموضوع باكفاير دي يعني ضرفه الشوخ اللي هو أول ماتشين خسارتين سواء أساط برايتون أو أساط برينتفورد الموضوع كان صعب جدا في بداية الموسم اضطر أنه هو يلجأ لتغيير الأسلوب بدأ يسيبه كورة للمنافس أكتر ويعتمد على المرتدات اللي هو كان أسلوب سولشاير في البداية لما كان متوالي تدريب الفرقة ويمكن لما جيه بقى كاسيميرو يعني إحنا من جوانا كنا حاسين أن كاسيميرو صفقة يعني مفروضة على المدير الفني بس لما الوقت مش يتضح أن كاسيميرو عنده مميزات نحن كناش نعرفها من ضمنها أنه هو متميز جدا في لعب الكورة الطويلة أنه هو برضو عنده إمكانيات وقدرات كويسة في التحرك بالكورة ما هواش ميح خالص يعني عنده جرينتا أه لا وسيبك مموضوع جرينتا ده كلام فارغ مش هتحك عليك بس كان ناقص في لعيب منشستر لا يا فبوط كان ناقص في البناء بتاع منشستر كان ناقص لعيب بالظل بزقاصفات الراجل اللي بي بس هي النقطة بقى كانت فين النقطة كانت في إن الرجل ده لما لعب بطريقة أنه هو بيسيب الكورة في الأول وخاصة في ماتش أرسنال لما اخسرنا الماتش اللي كان بدأت تدفع المعنوية للرونيتد بدأ يغير الأسلوب مرة تانية ويرجع للأسلوب اللي إحنا مستنينه وده كان فين ماتش توتنهم ماتش توتنهم أحلى ماتش في السيزن توتال كنترول السيطرة كاملة على المباراة فرص من كل ناحية يجو لوريس تصدى لحفلة أهداف في المباراة دي ومنشصة رونيتد كان مؤهل أنه هو يخرج كسبان ستة أو سبعة كذلك الأمر في الشوت الأول وصوت فريق شيلسي لو تفتكر كيبا عمل شوت أول عظيم جدا وحتى في الهدف اللي دخل فيه هو عمل تراي عظيم جدا على كورة راتيف صوابعه كانت هتلحق بالظبط إيه را كنت في الجوع كيبا أنا فرحان قوي أنا مش مزد إن أنا في وقت من الوقت كنت يعني لما بشوف كيبا في الملعب كنت بتوتر جدا أنا فرحان في مندي لأ مندي ده حبيبي على فكرة يعني أي نعم أنا زعلنا زي ما السنينجا زعلتنا عم مندي لكن طي الله قدامنا ووقع خلاص في تشيلسي آه بالظبط ووقع هو في بداية السيزن كمان كانت بداية وحشة لكن لا كيبا فكرة أن أنا عموما أي لعيب بيستفيق من وقعة كده باحترمه باحترم فكرة أنه هو أنت الناس كلها بتتريق عليك كان جمهور تشيلسي نفسه كان بيتتريق على كيبا فإن أنت تبقى من أهم عوامل قنص النقاط سواء بتعادلات أو انتصارات أنا ما نساش ماتش كان أستنبيلا اللي هو 2-0 أني واحد اللي هو من كم ماتش آه أستنبيلا أستنبيلا ده يعني زعله تشيلسي فرص كيبا صد يمين وإشمال وفي الآخر ما هو أنت جاب جولين فهو كيبا لأ يعني استغلال فرص تفتكر تفتكر السنة الجاية بقى تبقى سنة هاري مجوار لا هاري مجوار ما كلهم رجع هو يعني على مجوار وقفت لا لا وقفت هتوف طيب سريعا هابدأ معاك يعني على كريستيان رونالدو قبل ما نتكلم على كريستيان رونالدو أنا عايز أقول رأيي أنا مش قادر أتقبلها إيه الحركة مش الحركة أنه هو ساب الملعب هو أنه ساب الملعب غلطان وأنه ما ينفعش لعيب بإمكانيات وخبرات وقضوة من كريستيان رونالدو يعملها وأن إيقاف كريستيان رونالدو أمر ممتاز وكان لابد منه لكن أنا مش قادر ما تعطفش مع كريستيان رونالدو ده لعيب بالنسبة لي ذكريات يعني ذكريات كرة ممتعة وجوال من كل حتة وتحديات مع العالم كله يكسبها وإنت شتمتني كمشجع فهروح أسجل فيك هاتريك الماتش اللي بعده لو أنا بلعب في يوفينتوس وإنت في أتليتيكو لو الجمهور هنا هجمني هروح أرد دخل الجمهور نفسه يسقف لي صح فكريستيانو ده بالنسبة لي يعني من معاني كرة القدم فأنا مش قادر ما تعطفش معا عايز مع رؤيكم أنتو في المشهد ككله إيه اللي المفروض يحصل في هناك انت حطيت إيدك على المعضلة اللي هو أنت مش مصدق أن رونالدو في المكان ده ومع ذلك انت ضد اللي هو بيعمله أكيد مهما كنت يا رونالدو انت بتتطفك أو تختلف في وجود رونالدو في الملعب ولكن أنك تعمل الموقف ده ما تقدرش ما تقولش إن ده صح أو ده أنا أسف أن ده غلط وده من الصح ولكن أن انت حتى دلوقتي ما بتعتذرش هو حاول يلطف الموضوع نزل بوست وجو منشستر وماي فرينز والكلام اللطيف ده بس أنه هو ما اعتذرش رسمي وعجبني التنهاج أنه هو مصمم أنه هو مش هيرجع غير لما يعتذر للسكواد بتاعه وده الموقف ده أنا من رأي هو ممكن يكون بوز علاقة رونالدو بس هو أنقذ الفريق صحيح إدى لهم دفعة كده واحترام للمدرب أنا يا جماعة عملت جدا مع رونالدو فما بقى لك هعمل إيه مع أي حد هيتلوي مين أو الشمال أو هيخرج بره السطر بتاعي فلا هو أنقذ السفينة كلها أندوح أنا شايف الموضوع معقد شوية لأسباب كتيرة وهو أن فيه زي ما فيه عدم احترام من جانب منشوستر نايت لرونالدو فأنا شايف أن عدم الاحترام كان متبادل ما بين الطرفين لأن إحنا عايش نصيف ساخن جدا مستنيين في أن كريستيانو رونالدو هيسيب منشوستر نايت وهينتقل لنادي تاني ويمكن كان أقرب الاختيارات ونادي تشيلسي لأن تود بويلي كان عايز أنه يضم رئيس النادي ولكن أقوى وقيل أن تخيل ميشي بسبب أنه رفض أن يجيب كريستيانو يقال بس أنا أنا ممكن أكون مش متعلقة من المعلومة في المية بس إحنا عارفين أن تشيلسي كان عايزه وأن تخيل هو اللي رفض أنا شايف أنه كان فيه برضو في اللحظات دي فيه إحساس بعدم الاحترام خاصة أن تنهاج في المؤتمر الصحف الأخير أشار للنوطة مهمة الرجل تكلم على واقعها حصلت في البري سيزون يمكن الناس بتنساهها وهي واقعة مباراة ريفا كانو الوديع بالضبط أن كريستيانو رونالدو بين الشوطين خط بعض ومشي وحتى تنهاج نفسه أل أنا عارف أن مش رونالدو الوحد وأنهم كانوا عدد من اللعيب اللي مشيوا ولكن وقتها تكلمنا في الموضوع وأنه ده ما ينفعش يحصل فلما تقرر الموقف بقى وصد فريد وتنهام أنا آي كانت سوپورتي ونيموك أنا مقدرش أعمل حاجة بزبط بصدي تاني مرة أنا هعمل لك إيه وأنا عارف أن الموضوع بيزعل أن الناس بتقولوا والله رونالدو ومتعودين التحديات ولكن خلينا نتكلم بصراحة يعني 38 سنة وإحنا عارفين كويسا أنه كونين العيب كورا يفضل في البرايم موجود في الدول الإنجليزي في واحد من أعرق الأندية لحد السن ده 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 في حد ذاته إنجازه والمسلم اللي فات مسجل 19 هدف على مستوى الدول الإنجليزي ده إنجاز كبير جداً ولكن خلينا نتكلم بواقعية كريستيان رونالدو ما هواش إنسان آلي هو بني آدم في الأول والآخر وزي ما بيقوله يعني كله تقوله آدم فخلاص هي الرحلة بتقترب من النهاية الشيء نعم بايته منضيقني بس حاجة واحدة كسل عالم الرجل ده داخل كسل عالم هو تقريباً ما لقيبش بس دي حاجة ما تزعلش لأ ما دي حاجة تزعل ليه؟ هل يلعب كويس؟ ده أكيد يلعب كويس ده مش بعيد لأيه هدف المجموعة يعني المفاجر يخدها دون لأنه هو الراجل مش في الملعب هو ما عندهش حسية الهدف هو الراجل ده بيحتاج كل أسبوع يبقى سوخنا عشان يوصل لكسل عالم في الفيك بتاع مستوى شفت ميسي نهاية تانية بيعمل ايه؟ صح والاتنين آخر كاس عال صح مظبوط طيب قبل المنسيب الدور الإنجليزي السؤال عن محمد صلاح مروان محمد صلاح يعني بيعاني مع كلوب لأن المنظومة كلها وقعة ما تقدرش تقول محمد صلاح هو الموقع ليفر بول أو محمد صلاح في مستوى مش في مستوى فبالتالي ليفر بول وعلاء هو المنظومة كلها فيها مشاكل كلوب معترب بدا الدفاع فيه كوارث نص الملعب فيه مشاكل بالعبيد بتتكلم على إصابات كمان يعني مشكلة مع ليش خطنا يوتيوب شوية دي بس لأ انت يعني حظك كمان سيء جدا فمحمد صلاح في الكوارث دي كلها أكيد بيتعرض النهاردة لمستوى منخفض صح يبقى لما حد بيلمع في ليفر بول ده لما حد بيلمع الموسم ده بيكون محمد صلاح هو اللي لمع لكن الفرقة ككل بتوشير دايما باعتبار أن ده محمد صلاح أي حد بيلاقي تعصر لليفر بول بيبص لمحمد صلاح فبالتالي هو نجوميتك دي ومدى تأثيرك سلاحزوا حدين أنت هتنتقد وقت ما الفريق واقع وهيشد بيك لما الفريق يفوق شايفة إزاي ممدوح؟ أنا شايفة أن هي عملية تمت بالتبادل ما بين فريق ليفر بول وقدت بالتبعية أنه مستوى محمد صلاح بدأ أنه ينهار ليه؟ لأننا لما أسأل أي حد إيه هي تشكيلة ليفر بول؟ فهو هيقول لي أليسون بيكر، كوناتي، فاندايك، ترينت أليكساندر أرنولد، روبرتسون نص الملعب عندي فابينيو، هندرسون، تياجوها الكنتارا وخط الهجوم المتوقع بعد رحيل ساديو مانيين هو هيكون داروين نونيز أو فرمينو مع لويز دياز وصلاح كم لعب من التشكيلة دي فضل دلوقتي؟ تقريبا ثلاثة أو أربعة بسبب معدر الإصابات العالية، ده أولا ثانيا يورجن كلوب هو حاب يعمل من محمد صلاح ساديو ماني ثاني ودي كانت المشكلة الرئيسية ساديو ماني كان دايما عنده ميزة ويمكن الميزة دي كان بتساعد الفريق كله إنه هو الوركريت عنده عالي بقدر أنه يرجع على رمانضية نص الملعب يستلم الكورة ويمكن ساديو ماني أنا دايما بعتبر أنه هو اللعب اللي بيحسسك أنه هو قادر أنه هو يعمل حاجة حتى لو ما عملش حاجة يعني هو بيرجع يستلم الكورة يقطع يرقص لعب أو اتنين وإن كان الموضوع ممكن يكون في الآخر ما بيقديش لحاجة ولكن صلاح كان دايما محطوط في حتة أنه هو صاحب اللقطة الأخيرة واللقطة الأبرز وهنا كانت المشكلة يورجن كلوب السنة دي هو كان عايز صلاح يتحول للعب اللي بيرجع ورا نص الملعب يبدأ الهجمة حتى تلاحظ حاجة الموسم ده صلاح لي لقطات دفعية أكتر من الهجومية وبيرجع يغطي على زيادات أرنولد أكتر ما بيزيد في النواحة الهجومية وبيميل على الخط أكتر ما بيضم للعمق فكانت النتيجة أنه هو مشغول بصناعة الفرص ولما بدأ يخشر العمق أول ما تشين تلاتة تحس أنه هو عارف زي ما يكون واحد فقط قويته اللي هو أنا كنت بسجل جوان إزاي فهنا كانت المشكلة لكن بصراحة آخر كم مباراة الراجل بدأ أنه هو يستفيق ويقع نفسه مرة تانية لكنه بدأ يستفيق في الوقت اللي ما فيش لعيبة في لفربول جاهزة أصلا طيب نلعب مع بعض شوية يوم ولا سألكوا سؤالين سريعين بس عايز إجابات سريعة كل واحد سؤال مش نفس السؤال برشلونة إزاي فوق من الدوامة دي إنه هو يركز في الدوري ويركز لو نزل لليوروبا ليجي إنه هو يكسب بطولة أوروبية يقدر يرجع بيه نابولي هو الأقرب لحسم لقب الدوري بما إنك مشجع لإنتر اللي عايش مع الدور الإيطالي عارف كويس قصة لوشيانو سباليت مع الدور الإيطالي سواء كان مع الإنتر أو مع نابولي السنة اللي فاتت برضو أول عشر أحداشر ماتش بنفس الطريقة ونفس الأسلوب آه ما كانش بنفس الدومينانس لكن بنفس عدد النقاط تقريبا وجينا في الآخر خلاص أنت في آخر الموسم دور على أي حاجة بقى توصلك لمركز مؤهل لليوروبا ليج للشامبينز ليج يعني هشوف هنشوف لكن أنا ما توقعش بصراحة أن نابولي يقدر يكمل لا أنا أتوقع أنها يأخذوها السنة السنة دي مخلفين يوغ بعدين أنتك تكسب روما في الأولمبيكو وتكسب ميلان كسبت كل الفرق التقيلة اللي وجهتها لغاية دلوقتي يعني نغيري أنك مكتسح أوروبا حتى الآن فشكلها هتمشي السنة دي والفرق في إيطاليا مش الواو السنة دي يعني كله بيقع آه بالزبط طيب فالفيردي هل هو من أفضل لعبي العالم حالياً؟ بالتأكيد آه يعني يعني الناس كانت بتتكلم على فالفيردي ده المتحك أنه هو لعب أفرنج آه لعب بيجري لعب بيباصي كويس نهار ده فالفيردي بيتحول إلى وحش آه وحش في نص الملعب تقدرش يتخرجه من اللي هيب الأسئل وبيجي السنة دي بيجيب لك كل مطش جون أحلى من لبعده آه فلأ كلام أنشلوطتي عليه أنه هو الرجل ده هيجيب السنة دي وأنا مش مدرب لو كلامنا بحصلش أنه يقول لك الرجل ده هيوصل لعشر أهداف بالميت الرجل وصل لتوانية بقى سابعة آه مظبوط فلأ هو عارف بيتكلم على مين عارف الرجل ده رايح فين طيب نلعب مين أكتر خمسة لعيبة underrated الموسم ده ممضوح آه أكتر خمسة لعيبة underrated أنا بالنسبة لنا على مستوى متابعاتي أنا ممكن نبدأ بالحرس اللي احنا تكلمنا عنه كيبا المستوى الموسم ده قعد اكتشاف نفسه مرة تانية ايه قدر أنه يظهر بشكل كويس والمستويات اللي مقدمها خوصت لمرحلة النفارية تشيلسي بيفكر جدا في الاستماع إلى العروض المقدمة لإدوارد مندي في الوقت الحالي ودي نقطة أنا شايف أنها مهمة جدا ولكن مفاجئة الموسم بالنسبة لي على مستوى الدفاع أكيد هيكون أرمل بلا كوتشوب مدافع فريسة وطامتون الراجل المدافع الألماني اللي لسه يدوبك عنده عشرين سنة مقدم مستويات ممتازة جدا على مستوى الدور الإنجليزي السنة دي وفعلا القوة اللي هو بيقدمها ما تحسش أنه هو ولد صغير ولكن تحس أنه هو لعيب مخضرم وبقاله سنين موجود وطبعا تروسارد يعني مش محتاج أن أنا أتكلم عنه الأسباب كتيرة جدا لأن الراجل قدم نفسه وبقوة في الهاتريك اللي هو سجله في فريق ليفر بول غير أنه سجل هدف طبعا مصاد منشستر سيتي في المباراة اللي انتبق صارتهم تلاتة واحد نجم برايتون طبعا بالضبط والحقيقة في ميزة حلوة أنه هو لعب متنوع زي أغلب لعبات برايتون بإدارة أنهم يلعبوا في أكتر من مركز ويقدوا بشكل ممتاز طبعا الياباني بتاعنا تكهيره تومياسو لازم لازم لاي فيه واحد في الليستة لازم من أرسل لاي أستحق بصراحة تومياسو فيه ميزة حلوة تومياسو لعب في مركز الباك اليمينو الباك الشمال وقال بالدفاع وقادة في الثلاثة بشكل كويس ودي واحدة من مميزات حتى منظومة أرتيتا أنه فعلا اللعيبة اللي موجودة كلها لعيبة متنوعة يعني كانت الناس الأول تقول لك ليه خمسين مليون في بين وايت بين وايت لعب في مركز الباك اليمينو وقال بالدفاع الاتنين بشكل كويس جدا وطبعا من قعد اكتشاف نفسه هذا الموسم روبيرتو فرمينو صح فرمينو واحد من المهاجمين برغم أنه بلعب في الفيربول محبب جدا إلى قلبي وواحد من اللعيبة اللي أنا يمكن حتى في بداية الموسم كنت بقول له عايزين مهاجم بديل لبنزيمة في ريال مدريد فأكيد فرمينو هو أقارب واحد للبروفايل ده والموسم ده الراجل لقى نفسه مرة تانية بصراحة بعد ما اختفى الموسمين اللي فاتوا طيب بتفاصيل أقل من الخمسة لأندر ريتد بتوعك يا مروان كافا راستخيلية اللعب الدلواتي مولها تاني كده كافا راستخيلية أنا بط أنا عمال حفاظي عاما قبل الأبع هو برضو يعني لازم يطلعوننا واحد اسمه ما يتقلش كودي جابكوا لعب بـ PSV الرجل الهولندي ده اللي أنتظر أنه كمان هيتقلق جدا في كاس العالم مع المنتخب الهولندي وأرسنل بتتكلم عليه فلاعب متقلق سليبة اللي محدش تققى وأنا بالنسبالي ده صفقة بـ 120 مليون أكدك روح تدفعت في فلوس صح بعد عدة إعارات في فرنسا جي مولد نجم يعني جدا وظابط الدفاع الزبط غير طبعية وحول بين ويت اللي أنت روح تشتريته بـ 50 مليون إلى باك رايت فيعني يا دول قد يبني الرجل واتخد في منتخب فرنسا تمام وفالفيردي اللي تكلمنا عليه طبعا مش هنيد الكلامه وليو اللي في ميلان اللي محدش حس به ولكن من أخطر أجنحة العالم في العالم كله لعب خطير بيبان في الشامبينز بيبان في الدوري كان سواب رئيسي السنة اللي فاتت أنه يتوجه بالدوري فلياو هينفجر في السن الصغير ده بمناسبة لياو بكرة الجولة الجديدة الخمسة في الشامبينز ليج تنطلق وفيها مجموعة ميلان اللي فيها تشيلسي وفيها سالسبرج تشيلسي وزالسبرج هيلعبه وهي مجموعة فيها كلها يعني فيها احتمالات أن هي تتأهل وبقي المواجهات تلعب نلعب بقى لعبة تانية لعبة من أكون اللي هيجاوب أسرع هو الأشتر عايزة جارس دي فقال هي بقى يروح موقع على الموبايل يخبط على الترابيزة ويجاوب هو سؤال من أكون هسألكم هقول لكم معلومة تلات معلومات لأول معلومة في التانية لو معرفتوش في التالتة لو معرفتوش وتقول لي مين اللعب اللي بتكلم عليه اللعب اللي بتكلم عليه انت الله تعرفه يلا تقلق هذا الموسم واحتفل وهو نائم احتفل وهو نائم؟ اه عمل احتفال وهو نائم اللي بعده مش هياتواجد في كاس العالم بسبب جنسيته طبعا ربنا عينه كرويا يعني يلقبونه باسم أحد أساطير النادي اللي هو بيلعب فيه دلوقتي هالند؟ لا جبارة سخليا نفسه أصلا احتفل وهو نائم هو من جورجيا مش هيلعب في كاس العالم بيلقب بمارادونا دلوقتي صحيح صحيح كده أنا واحد صفر جاي متكفر سخليا كلنا واحد صفر ليه طيب الاسم التاني انتقل لأحد أكبر الفرق في العالم بعد تقلقه مع فريقه السابق مش مستوى تراجع وبقى يوصف بالزجاجي مستوى جوال كنتارا؟ لا عنده أخ بيلعب في ألمانيا عنده أخ بيلعب في ألمانيا ايدن هازرد ايه ده؟ كده اتنين احنا بقى بنرجع لزمان بقى اه اه اتنين اه اه بتقول السنادي طيب السؤال الثالث لأ قديم برضو شوية اللي جاي ده لعب مع محمد صلاح وهو ألماني صنع أغلى هدف لمنتخبه في كاس العالم اعتزل في سن المبكرة اكيد مش شرلة هو شرلة جدع جدع اتنين واحد صفر ماشي مينوس هولي يلا 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 لعيب لعب مع ريال مدريد ورافق ليونيل ميسي دي مريه غلط شارك مع ثالث أندية إيطالية ميلاني يوفينتوس نابولي ميلاني يوفينتوس نابولي قدم موسماً قياسياً في الكالتشيو ميلان ويوفينتوس ونابولي جونزارو يجوين ايه دا؟ 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 واحد صف بس الديماريا دي كانتحلو بس ميلاني يسقط مدريد وزامل ميسي بس بيت المعلمات انا هندت لك نقطة للمزامة ماشي طيب لاعب قديم شوية من أصول إفوارية لكنه فرنسي هو لاعب وسط كثير الإصابات ديابي برافو أهو ديابي صح أقول أبو ديابي بس أول تستنى لكلود تاني هو إصابات يعني هو اللي جاي كانوا بيلقبوه بخليفة باتريك فييرا كنت تعرفوه أبو كده تلاتة واحد واحد الأخير سجل هدفا ذهبيا في نهاية كأس العالم للقارات ماشي يتواجد في منديال قطر 2022 لكن كمدرب مساعد يعني هو اللي سجل الهدف برافو ديابي الميحصل طيب السؤال اللي بعده لعبة بعدها هتعمل إيه لو كنت مكانه كل واحد سؤال مش نفس السؤال السؤال الأول ممدوح هتعمل إيه لو كنت مكان كولر عشان تاخد أول بطولة مع الأهلي هتعمل إيه يوم الجمعة اللي هعمله يوم الجمعة إن أنا حاول أسيب الكرة للزمالك على قد مقدر بس وهبدأ إن أنا أعتمد بقى على المرتدات أكتر وأكتر وعلى السرعات اللعبة اللي موجودة عندي في التعامل مع المرتدات دي لأن الزمالك فوآن وفي إنه يبقى الكرة مش معاه بالضبط الزمالك أصلا هو اعتماد حتى في آخر مباراة لديه في الدوري في الرسم من تكتيك ولا زال بيعتمد على الثلاث مدافعين ولا زال بيحاول إن هو يوصل من خلال هالحاجة فدي نقطة أنت بتحاول تصعب الماتش عليه بإنك تسيب له الكرة وتعالى نتعامل مع بعض في المرتدات مروان هتعمل إيه لو كنت مكان فريرة عشان تواصل تفوقك الأخير على الأهلي هقول لهم نفس اللي كنت بقوله وأركز على الثقة اللي خدتها وأقول لهم إحنا كسبنا وإحنا أبطال الدوري إحنا مفروض نحافظ على ده عشان لو ده ضاع هيبقى مشكلة إن أنا أرجع تاني في المكان ده فلازم يستغل الوضع اللي هو فيه ممضوح هتعمل إيه لو كنت مكان أحمد فتحي تفكر في الاعتزال ولا تروح نادي تاني بما أنك ما بتلعبش مع بيرامينز أعتقد القرار المنطقي دلوقتي هو الاعتزال خلاص أحمد فتحي واحد من أساطير الكرة المصرية ويعتبر حق كل حاجة خلاص في الكرة فالهو مش محتاج إنه هو يثبت شيء لحد خلاص الرجل قدم كل ما عنده ولا زال لحد يوم اعتزاله وأعتقد يعني هو أفضل لعب في مصر في مركزه مارو هتعمل إيه لو كنت مكان صلاح عشان تاخد الكرة الزهبية أدع على هلند بص محتاجة تركيز صلاح قادر ومنشوف إنه هو بيسجل هاتريك في ربع ساعة فإنه هو يقدر يعمل ده هو قادر إنه يعود لو في ليفر بول ككل قادر إنه هو يرجع بشكل كويس فصلاح ما فيش شك إنه هو واحد بيفوز بالجايزة دي أكتر من مرة واسخين في قدراته بس السنة دي صعب هلند بيجري بيجري جامد هتعمل إيه لو كنت مكان النني بما إنك خلاص عقدك بينتهي بنهاية الموسم هتمشي في يناير ولا تجدد أعتقد في الوقت الحالي صعب إن النني يمشي إنه مطلوب في الإصابة أو غير عشان الإصابة أو غير إنه هو برضو مش هندحك على بعض رجل مطلوب في النادي وبيقدي دور محدود هو فهم كويس بيبدأ فين وينتهي فين والنادي موفر له فرص كويسة على مستوى التدريب وإنه هو يحصل على رخصة التدريب وخلافه وشايف إنه دي حاجة كويسة الأحسن لي فيما تبقى من مسيرته إنه هو يستمر مروان هتعمل إيه لو كنت مكان هالند تكمل مع منشستر سيتي عدة سنوات أو بعد التواهج الشديد مع فريق كبير تروح لفريق أكبر؟ لو جورديولا مكمل أكمل أخد الراجل ده أعصره بإنه كل الحاجات اللي بيقدمها لي وأتطور تحديده لأن أنا خصوصهم في منظومة كبيرة قوي السيتي شغال، السيتي كويس سيتي هو رقم واحد في العالم من حيث الإمكانيات ومن حيث الفريق فلا أقدر أكمل لحد ما جورديولا حيث إنه المشروع بينتهي ساعة هيجي له عروض بالهبل مش هيحتاج أي حاجة ممضوح هتعمل إيه لو كنت مبابي ومعك 630 مليون في ثلاث سنين أكيد ما كنتش عاط في الاستوديو كان هيديني 150 مصد أكيد ما كنتش عاجي هنا خلاص كده ما هي دي المشكلة للأسف مشكلة مبابي إنه هو يعني الحياة عند 25-26 سنة هتفقد أهميتها وهتفقد معناها فأنا في اعتقادي أن مبابي زي ما قال إبراهيموفيتش قبل كده هو محتاج يعني يعرق شوية ويخبط نفسه شوية ويتعور شوية وإنه هو يطلع من تجربة باريس سان جرمان لمكان تاني وأعتقد حتى أن بعد الموضوع الأخير بتاع أنه هو عايز يمشي بعد مجدد عاده أعتقد أن المسؤولين باريس سان جرمان هم نفسهم خلاص يعني اللي هو ضاقة بهم الحال وبيقولوله والله في حد هاتف عفيك 300 مليون يشيد بسيطة لو في حد هيدفع لك اللي هيدفعه يعني يخد مروان ميسي هتعمل إيه لو كنت مكانه مش ميسي ميسي معايشت أنا فوت كريستيانو بس أنا هسألك على ميسي ميسي حلوة ممشان ما ندايش الناس يبرونان طبعا يعني هتعمل إيه لو كان موكان كريستيانو ترضى بالوضع ده تلعب بالدقية اللي يقول لك عليها لحد نهاية الموسم مديرك الفني ولا تمشي في يناير لازم لو هلم الدنيا وهقبل الوضع عاط لو هو مش قادر هيعمل مشاكل أمشي ولو مكانه ناهمشي تمشي ممدوح لو مكان ميسي ترجع برشلونة ولا تروح الأرجنتين تعتزل هناك أعتقد في رأيي الشخصي قرار المنطقي لا أنك ترجع برشلونة وتعتزل في برشلونة لأن حتى أنت ترجع الأرجنتين خلينا نتكلم بصراحة يعني حتى لو رجع نادي الطفولة يعني من الصعب أنه يلبي حتى ولو 10% من طلباته المادية في الوقت الحالي فالمنطقي أنه هو يرجع برشلونة يقضي سنة سنتين زي ما هو عايز ولو قدري حقك أس العالم يعني أنا حاس أنه حتى لا هيقرر أنه يجدد مع بريس ولا هيرجع برشلونة يعتزل بعد كس العالم ممكن يفكر جدام في الاتزال لو حقك أس العالم أنا لو ما كان أعمل كده تاخد كس العالم واعتزل في وقتها وخلاص ما هتشوفني تاني أبقى ختمت اللعبة زي ويقوله طيب نسيب فقرة الصور ونروح للعبة في كاس العالم يلا بينا لعبة كاس العالم اللي هي سريعا جدا توقعكم للمربع الزهبي اللي يوصل للسيمي فاينل الأربعة ممدوح أنا بالنسبة لي شايف أن المربع الزهبي أكتر ربع فرق أنا مقتنع بيهم أهو بالضبط الأرجنتين والبرازيل يعني أعتقد حاليا على مستوى كورا هم أكبر قوتين متزنين وأكتر قوتين عندهم مصادر متنوعة جوة الملعب ورغم الأداء اللي بيعملوه في دوري الأهم الأوروبية إنجلترا حاطتهم في السيمي فاينل أه لأن إنجلترا أعتقد أن الفشل في تحقيق بطولة اليورو الأخيرة هو بيمثل دفع بالنسبة للفريق أنه هو عايز يعمل حاجة على مستوى البطولة دي خاصة أن باخسارة الفاينل الإيجو اللي كان موجود وإتس كامينج هوم كل الكلام ده كسر والفريق ما بقاش قدر أنه يقدي ليه مختارة دينمارك؟ مختارة دينمارك السبب هو قد يبدو عجيب شوية ولكن دينمارك بالنسبة لي من أكتر المنتخبات المستقرة على مدار السنين اللي فاتت ومن أكتر المنتخبات اللي بتقدم أداء ثابت ومتزن حتى في غياب بعض العناصر إحياناً زي كريستا يانيركسن قدرين أنهما ظهروا بشكل كويس وشفناهم على مستوى التصفيات بتاع الكاس العالم فريق ما استقبلش هدف غير في آخر مباراة في التصفيات وعلى مستوى بطولة اليورو يعني كان قبق أوسينا وقادنا رولاق قرارات التحكمية العجيبة وضربة الجزائي العجيبة اللي اتحسبت لصالح ستيرلينج كان زمانهم هم المتواجدين في النهاية ماروان مين الأربعة اللي مكان الأربع أعلام اللي ورانا؟ أنا عندي البرازيل والأرجنتين نعم وعندي أسبانيا حاس أن الناس نسياها أنا بشوفهم بيلعبوا كورة حلوة قوي مع لويسي انريكي هو الرجل واسق جدا من نفسه ومن لعابته عنده شباب وعنده خبرات ويعني شوفناهم في اليولو الأخير أنا من رأيي أفضل فريق رعب كورة يعني تعبوا جدا 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 إيطاليا وكانوا يعني الوضع صعب وعدوا منهم بالخبرات كده وبلجيكي أنا شايف أن الجيل ده في البيك بتاعه شايف أنه عنده كمية لعيبة وجيل محترم جدا وفرصتهم الأخيرة من وجهة نظري مظبوط طيب خمس لعيبة يتقال عليهم أمست ووتش في كأس العالم هبدأ بيك أنت مروان لازم تشوفهم انتظرهم انتظر تقلقا لهؤلاء مفاجآت ولا لعيبة متوقعينها خليها هيتقلقوا دول هيتقلقوا أنا شايف أن ميسي متقلق جدا مع الأرجنتين وبيلعب بمزاج سيباك من اللي بيعمله مع باريس هو صحفة بس مع الأرجنتين نتحس أنه مبسوط هو عايز يعمل حاجة فعلا أنه اللعيبة كلها بتخدم عليه صح فأنا مستاني شوف أتفرج على كل ماطش الميسي في كأس العالم الأخير هو ورونالدو اللي على عكس السيزن أنا شوف أنه هو هياخد ده أنه هو يعلى جدا بالبار ويتقلق جدا ويقول للعالم أنا ما زلت كريستيانو ناردو أنا كريستيانو طبعا أمبابي بالتأكيد راجل كاسبان كاس عالم في سن صغير جدا من أربع سنين داخل بعد أربع سنين عايز يشوف النسخة الجديدة مع أمبابي مع فرنسا مع وجود كريم بن زيمة الطرف التاني اللي معي في الصورة السنائي ده هيبقى خطر جدا على أي دفع في كاس العالم ده بيطلع نار من بقه ده بيطلع نار من بقه فحاجة صعبة جدا ونيمار أتمنى مرة يقود المنتخب لحاجة صحة أنا حاس أنهم اللي هياخدوا كاس العالم السندي البرازيل فريق محترم قوي استهدوها لو حصلت يعني لو كملوا بنفس الجدية والحماس والجرينتا والفنيات كمان لأن الفريق متماسك جدا على مستوى كل الخطوط أعتقد يعرفوا يعملوها أمدوح أنا بالنسبة لي حاولت أن أنا اختار العيبة بعيدة عن السياق شوية أو لعيبة بعيدة عن العين لأن كده كده بالنسبة للمبابي بنزيمة يعني لعيبة منتظرين كده كده كريستيانو رونالدو أنا شايف أن الموضوع بالنسبة له بيمثل تحدي آخر وكريستيانو رونالدو احنا تعودنا منه على مستوى التحديات أنه هو دايما حاضر وجاهز وبيحاول أنه هو يبرز نفسه بشكل قوي وفي اعتقاد أن المونديال ده هيكون فرصة لي على أقل على مستوى دور المجموعات أنه هو يباين نفسه بشكل قوي وبشكل حاضر طبعا بيدري يعني غني عن التعريف ولكن بيدري على مستوى آخر سنة بالنسبة لي فريق برشلوني أنا شايف أنه هو توحش يعني وصل لمرحلة أنه فعلا من الصعب أنه أنت تتعامل معه كرة فرجلية لأن الولد فعلا قوي جدا وكرة فرجلية قادر أنه هو يتخلص من كل المواقف الصعبة وفي اعتقاد أنه هو هيكون عامل مهم جدا بالنسبة للمنتخب الأسباني طبعا أنا عارف أنه صير مزراوي الناس ممكن تكون مستغربة للاختيار لكنه صير مزراوي بالنسبة لي أنا شايف أنه هيقدي بطولة مميزة جدا مع المنتخب المغرب لو خاد الفرصة فرينك ديونج كذلك الأمر بالنسبة له زي كريستيانو رونالدو هو تحدي شخصي عايز يبن بشكل قوي ومتوقع أخيرا وأنا بختم بحق عارف أنك بتحب الإيجاز ففي ثلاث كلمات تقول لي للناس بما أنها في أول مرة ظهور لك في التلفزيون يعملوا إيه علشان بشغفهم يطلعوا في التلفزيون كضيوف والله أعتقد أننا لست الشخص المؤهل أنه هو يعطي النصيحة دي بس خلينا أقول بإيجاز شديد جدا الواحد بيبدأ بيؤمن بحظوظه بيحاول أنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى وفي الآخر التوفيق بيد الله حتوصل بيد الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ونعمة بالله نورتني وشرفتني دكتور ممدوح نصر الله أنا من الجمهور بتاعك على اليوتيوب ومبسوط جدا بيقولك معنا ربنا يخلي حضرتك ربنا يخليك وشكر لك جدا على الفرصة الجميلة دي وسعيد أكتر نهاية مع مروان لأن مروان بالنسبة لي أخ صغير ليس بس يوتيوبر زميل بقى وبتاعه الجو ده مروان سري نورتني وشرفتني وكالعادة بستمتع جدا بكلامكم أنا مصطب جد هيني وبحس إن الحلقة بتعدي هوا وعايز أتكمل يعني ما مساقش من الكلام معك في الكرة أنت جميل وإحنا بنحبك بجد كأصدقاء وكأعلابي بنفتخر به في التلفزيون نورتني وشرفتني وأنا اللي مببسط جدا بجودكم معا نورتوني شكرا لك عميبا نورتوني حضراتكم كمان كالعادة النهاردة في حليتنا النهاردة من الماتش تحياتكم لفري العمل وشكر كبير جدا لأزميل المتقلق أحمد جاد اللي عمل الصور الشيك الحلوى دي والمتقلق على مستوى الإعداد الخطير محمد منير تحياتكم لفري العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت غدا اللقاء جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة